وأخيرا تم توقيع اتفاق في اليمن لكنه اتفاق بين طرفين لم يكن مختلفين أصلا فهما يشكلان منذ عامين جبهة سياسية وعسكرية واحدة تمتلك السلاح وتفتكر إلى الشرعية الشرعية التي فشلت في الحصول عليها من خلال مشاورات الكويت وتدرك أنها لن تحصل عليها من خلال توقيع اتفاق يستبق إعلان فشل المشاورات التي ذهبوا إليها يطلبون إحدى الحسنيين إما اكتساب الشرعية من خلال اتفاق يفضي إلى شراكة سياسية بشروطهم وإما شراء الوقت الثمين بالوعود المجانية يكون حوارا جادا يؤدي إلى وقف العدوان على بلدنا وفك الحصار واستئناف العملية السياسية أربعة وجوه تنتمي كلها إلى زاوية جغرافية واحدة ظهرت اليوم وهي توقع اتفاقا فيما بينها على تقرير مستقبل الجمهورية اليمنية كما لو كانت تركة ورثوها عن بعض أهلهم بينما يدفع الجميع ثمنا غاليا لحمقات ما سموها باللجنة الثورية التي لم تتوقف يوما واحدا عن سرقة المال العام وإصدار قرارات تعيين موظفين في مفاصل الجهاز الإداري للدولة اللجنة التي عينت مئات من أتباعها في وظائف أمنية وعسكرية وإدارية ومنحتهم رتبا عالية ودرجات وظيفية وأفرقت الخزينة العامة من النقود لدرجة أجبرت محافظة البنك المركزي على التعميم بمنع صرف أي شيكات باستثناء مرتبات حتى صارت هذه اللجنة شتيمة تأريخية سيبدل الانقلابيون وسعهم لمحو أثرها السيئة على وجوههم وبعد مرور أكثر من عام ونصف على إعلان اللجنة الثورية يحاول طرفاء الانقلاب تصفير العداد كهواية قديمة لهم وتقديم أنفسهم من خلال اسم جديد لا يرث الخطايا القديمة فقط وإنما يقود ضحاياه إلى المحارق ذاتها محرومين من الخدمات مضطرين للحرب كفرصة عمل وحيدة بعد أن أغلقت سلطة الانقلاب في وجوههم فرص الحياة ترجمة نانسي قنقر